حاجة تخصنا كلنا وتخص اسم هو الاسم الاهم على مستوى هو امام البهجة اذا جازل تعبير الاستاذ استاذنا الزعيم الاستاذ عادل امام الاشعاعات اللي كانت مصرة جدا انها تتردد بشكل يعني مش عارف اوصفه في الحقيقة انه لا قدر الله عنده ظرف صحي صعب جدا وانه على جهاز تنفس الصناعي كل الكلام ده كلام غلط جملة وتفصيلا عايز اقول احراركم انه برضو انا ما حبش اتطفل او يعني ايه الناس دي بتبسطنا طول عمرنا الساعات اللي هي بتحدد فيها تحتفظ بخصوصيتها انا بالمدرسة او اللي تعلمت انه لازم نسيب لهم خصوصيتهم دي بس كمان ونحترمها وانه لما يبقى فيه معلومة نصحح انا اتكلمت مع الاستاذ رامي امام وطمنت على الاستاذ عادل والاستاذ رامي امام بين اللي حضراتكم بشكل مباشر بين محمد امام كتب الكلام ده على الانترنت ورامي امام كلمت معه في التليفون استاذ عادل بخير ربنا يديله صحة وطول العمر بيلعب مع عفاده وبيسعد بيهم واحنا بنسعد به وبوجوده معنا سم رين ما